دي خلاصة الفيديو بتاع الفرق ما بين البرمجة العادية وبرمجة الزكاء الاصناعي خليك ناعد السريع نقول الخلاصة الخلاصة بالنسبة للتركيز قلنا البرمجة العادية بتركز على كتابة الكود وتحل مشكلة محددة بالنسبة للزكاء الاصناعي قلنا لأ دا هنا في انتليجنت سيستيمز وبيتعلم وبيحاول يضبط نفسه على حسب اليمبودس اللي مدخله زي مسلا الشاتبوت اللي هو بيحاول يرد على الاسئلة بتاعت الايه المستخدمين. بالنسبة الابروتش قلنا لا الابروتش بتاع الايه البرمجة العادية بيركز دايما على الالجوريزم واللوجيك وازاي تحل وكلام زي كده ويبقى في عندك اوضبط محدد. بالنسبة لايه لا انت هنا بتركز على الديتا وازاي تعلم الموديل بتاعك بحيس تقدر توصل او لتقدر تتوقع شيء قدام. بالنسبة لمنهجية قلنا ازاي قلنا البرمجة العادية بتحط وقواعد ومش عارف ايه عشان تحل مشكلتك. اما بالنسبة لايه لا انت بتخش في الاجوريزم زي 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 غيره عشان تقدر تحاول تفهم حاجة معانا زي مسلا انك تفهم لغة اللغة بتاعت الانسان. اما بالنسبة لي الاولويات قلنا ازاي قلنا البرمجة العادية بتركز على الكفاءة بتاعت الكود. اه هنقدر نوسع الكود فيما بعد نقدر نصينه هنقدر الامة بيستخدمش مساحة كبيرة من الميموري سريع مش عارف ايه كلام زي كده. اما بالنسبة لايه لا دايما بنركز على الاكيوريسي. هل هو دكوتو عالية هل نقدر نعممه اكتر في حاجات اكتر كلام زي كده. اما بالنسبة للامبوت والاوتبوت قلنا لا البرمجة العادية بيبقى كلير امبوت كلير اوتبوت. المدخلات والمخرجات حاجة محددة جدا. اما بالنسبة الاي اي لا ام الشرط خالص بيبقى دايما في الغالب ممكن نشوف حاجة غير متوقعة من الاي اي اي. اما وناه الخلاصة بتاعتنا البرمجة العادية البرمجة بتاعت الذكاء